تاني يستلم ربيعة تمريرة أمامية يلغي بيها كل المسافات والمشاوير منك التزديد خطيرة جول 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 حسام حسن يعوض اللعبة اللي ضيعها بعد سبع دقايق يتقدم النادي الأهلي بهدف عن طريق حسام حسن اتعملت حلو في الجابهة اليمين قلت هيواجهه مشاكل كتير لعبة الغابة وهنشوف النهاردة سكور الشكل بيقول لك كده والأداء بيقول لك كده وكان متأخر في التغطية نبيل اسماعيل وتعاملت هناك في الآيب البعيد مقدرش حتى يعمل عليها تراي ومحاولة عمر ياسر عند علي لطفي يشيل هال قدام علي لطفي حلو يا ولد العيب يبدأ بيها هاجم علي لطفي عند محمد هاني يسند هالو حلو قوي محمد محمود دخل لجوه هاني خطيرة ممكن عبدالقادر جول 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 أحمد عبدالقادر فيه ديئة 17 الأهلوية مسيطرين الأهلوية مسجلين جنين لغاية دلوقتي اللقاء ودي إنما لازم نقول جول ولازم نحفز اللعيبة اللي موجودين وقلت إن التجارب دي بتجيب بعض العناصر اللي ما كانتش بتشارك بشكل أساسي أو الوافدين الجدد أو اللعيبة الصغيرين هذا العرضية وبداية الهاجبة اللي عملها كويس أو محمد هاني من الطرف اليمين وأحمد عبدالقادر إنما سبها له حسام حسن الراجل قات المباراة من الخمس أسماء من اللعيبة الصغيرين اللي هيكملوا ويبدأوا الموسم مع تشكيلة النادي الأهلي استلام مرة تانية من عبدالقادر أحمد عبدالقادر دخل لجوه ممكن الجون التالت جول 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 محمد محمود سلامات سلامات يا محمود يا بلديات حظوا وحش قوي الولد ده لعيب جامد محمد محمود والإصابة تتعمل فيلم إيه فيلم تراجيدي إصابة محمد محمود مرتين رباط صليب الله يكون في عونه وبيرجع الراجل قادة ببطن رجله بيحطها عرضية بلسم وحططها كمان مفيش أحلى من كده محمد محمود يسجل الهدف التالت للنادي الأهلي سلسية أهلوية في دقيقة 22 منتصف الشوت الأول تقريبا ومحمد محمود هو اللي بيسجل موجود مع فريق الشرطة شوف الأسماء الكبيرة دي شرطة وإسكو وبلاستيك وشمس تمانينات وتسعينات كانوا في الدور المنتاز حاجة زعل أندية الشعبية مش هنقول بقى أنها بدأت تطورة ولكن تنقرت تماما محمد هاني خطيرة يا ولد جول 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 مدفع محمد هاني أربعة وادي بيسقف لهم كده مخطط الأحمال رانجوجا هدف للنادي الأهلي رابع عن طريق محمد هاني في الدقيقة 35 اللي سمع اللي قام من أوله في أول 3 دقايق قلت هنشوف مهرجان أهداف والفارق في المستوى باين جدا محمد هاني واحد من اللعيبة اللي بتقدي بشكل جيد النهاردة بيسجل مع الدقيقة 34 محمد محمود كان سجل في الدقيقة 2 دقايق نهاردة أداء جيد جدا للعيبة اللي مسجلين لغاية دلوقتي أربعة جوان وبيقربوا من الجون الخامس عرضية وحيد الجون الخامس جول 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 كريم فؤاد بيسجل هدف للنادي الأهلي لا لا دا جوان كتير دا احنا عايزين ورقتين الورقة الصغيرة اللي معايا دي مش هكافي آدي كمان كريم فؤاد سجل عندك في الدقيقة 36 يبقى خمسة للنادي الأهلي اللي قلت قربوا من جون الخامس رجح حسام حسن قام بدور مصمم الهجمات وهو اللي بدأ الهجمة عند محمود وحيد تقريبا تلت جوان من الجبهة الشمال بدأ يتحرك بها لعيبة النادي الأهلي من الجوان اللي تسجلت النهاردة ومالطرف بتاع محمد هاني سجل جون وصنع جون على مستوى الأداء الهجومي تاني كرة منقولة تمريرة بينية ممكن خطيرة خطيرة ممكن جول الجول السادس الجول السادس ليه النادي الأهلي قادي المسلماني هيبدأ بقى في اعتقادي يد اللعيبة اللي قعدة برة لعيبة الشباب وقع على الأرض كريم فؤاد إنما جون سادس للنادي الأهلي في الدقيقة 37 تعملت حلوة أو التمريرة من كريم إنما كان تدخل معاه هنشوف كده اللعبة اللي جابها زياد طارق الدقيقة 37 الجون السادس زياد طارق محمود وحيد ورام ربيع ومحمد هاني محمد محمود الصفقات الجديدة كريم فؤاد وحسام حسن أحمد عبدالقادر اللي راجع من الإعارة ومعاهم بقى اللعيبة الصغيرين كوكا محمد مغربي وزياد طارق دول اللي كانوا موجودين في الشوت الأول والمجموعة بقى اللي كملت في الشوت الثاني رامي ربيعة رامي ربيعة والسبعية ربيعة ربيعة جول 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 رامي ربيعة وسبعة جوان للنادي الأهلي في لقاء تجريبي أمام نادي الغابة بدأها حسام حسن وكمل أحمد عبدالقادر ثم محمد محمود ومحمد هاني كريم فؤاد زياد طارق وآخرهم كابتن التيم رامي ربيعة هطاحل وقاوي ودى حليم هناك فيه جبه الشمال حليم الحارس البديل إنما الراجل عامل شوت الثاني جيد وهو بدأ مع بداية انطلاق الشوت الثاني مكان عامر ياسر لغاية دلوقتي إجادة تم وراك للجزاء أي حارس بنسبة ترجمة نانسي قنقر